طيب والخبر اللي بعد كده ليه او ليه علاقة بكرة الطائرة سيدات طبعا برضو النادي الاهلي ما بيتوقفش ابدا عن دعم فرقه في اي وقت شهر يناير دايما في العلعاب الاخرى ده الدعم او زي ما بيقولوا استكمال الدعم من بداية الموسم بيبقى شهر خمسة او ستة في بداية الموسم وبعد كده شهر يناير بيبقى في منتصف الموسم طيب اتعاقد مين مع النادي اتعاقد مع سهيلة وفيق ونادى حمدي لكرة الطائرة سيدات عشان يدعموا الفريق نادى حمدي جاية من النادي الاهلي في عقد امتد لمدة اربع سنوات وطبعا سهيلة وفيق بنت النادي الاهلي عفوا بنت النادي الاهلي ورجعت من الان سي دابل اي دور الجماعات الامريكي بعد انتهاء رحلتها هناك ووقعت على انضمام او على عقود انضمامها لنادي الاهلي لمدة اربع سنوات ايضا طب تخيض عوضي المدير النشاط الرياضي اعنا نتعاقد مع سهيلة وفيق ونادى حمدي للانضمام لصفوف الفريق الاول لسيدات كرة الطائرة بداية من يناير اللي احنا فيه واكد كابت خيض العوضي ان التعاقد مع اللاعبتين جي نزولا على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة كابتن ابراهيم فخر الدين اللي يهدف تدعيم الفريق بافضل عناصر عشان موسط حصد الالقاب خلال الفترة اللي جاية سهيلة انضمت زي ما قلت لحضراتكم بعد رجوعها من الدراسة في الان سي دابل اي دور الجماعات الامريكي ونادى حمدي جات من نادي الصيد بنفكر حضراتكم برضو ان السيدات هم بطل الدوري السنة اللي فاتت وكمان احنا الحمد لله متصدرين الجدول حتى الان وهيشاركوا ايضا في بطولة افريقيا القادم والدوري برضو هيتوقف من 22 ل 29 نيار اللي احنا فيه عشان مشاركة منتخب مصر في تصفيات المنطقة الخمسة الافريقية ومناسبة المنطقة الخمسة هي منطقة نيل بشرق افريقيا دي المنطقة اللي بتنتمي لها مصر واللي دايما بتلع فيها تصفياتها المؤهلة لبطولات افريقيا المختلفة مختلفة